موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم الطبخ اسهل مع اسمهن فيديو جديد حلوة جديدة سوف نحضر معكم اليوما حلوة الارخامة او حلوة الشوكولات او بالكوكو وكذلك اللي يسميها حلوة ميلفي حلوة ميلفي حلوة ميلفي حلوة اللي كتجي زوينا لا في المنظر ولا في المعداق الاهم انها سهلة كتتحضر في اقل وقت وفي اخر لحظة نتمنىكم انكم تتبعوا الفيديو والمقادير وتجربوها وتنال الاعجاب دائما وابدا من اللي لايك والدعم وتشجيعات نبدأ الان في المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله اول حاجة هنا نحتاج الكوكاو او الفول السوداني عندي 500 جرام يعني نصف كيلو هذا الكوكاو نجمعه بنيسلي ممكن ان نكون بلاس نيسلي ستعوضوا يعني الحليب المركز المحلة يعني تقدروا تعوضوه بالعسل كذلك هنا عندي الشوكولا البيضاء تقريبا نحتاج هذه كلها بلاكاكة توزن 20 جرام كذلك عندي هنا الشوكولا السوداء والتي تكون نوعية جيدة دائما في الحلويات نوعية الشوكولا من 52% للفوق لتعطيكم مضاق ألد سوف نطحن الكوكاو او الفول السوداني ونرجع معكم هنا فش طحنته على هات الشكل ما غاديش نطحنه لدينا بحال شكل عاجين تكون لدينا مهرمش هكا يعني باش نحس بذلك الكوكاو دينا وهنا غادي نزيد علي ميسلي هاد العلبة هادي عندي هنا كتوزن عفوا كتوزن تقريبا 360 جرام وهنا غادي نحتاج تقريبا شي ميتين جرام هكاك ديال ديال حاليب المركز المحلة ميمن ثم غادي تبقى وتضيفو حتى تيتشكل عدكم عاجين هنا غادي نستاعن هكا با الورق ديال الطبخ موكين بالبلاستيكة بلاستيك غدائي هنا باش تساعدني باش فاش ننسرحها ما تلتسقش ليه مع السطح صفي غادي نسرحها هكا بالميد لك اه تقريبا انا غادي نخلي فيها سانتين ممكن انكم تخليوها يعني ساميكة اكتر يعني غلادة اكتر او ممكن تكون اه يعني ارقيقة اكتر ممكنش مهم ساميكة اكتر او على هاد القياسة انا كتعجبني جيهكة على هاد الشكل هادا لا تكون شغلادة بزفتة تعطيف اللف الشكل ديالها ولف طف تقطع ديالك تكون سهلة هنا خليت فيها تقريبا سانتين غادي ناخد غادي ناخد دك الشوكولة اللي قطعته كقطع وغادي نضيف ليه ملعقة كبيرة ديال الزيت عادية ونضوبه في حمام مائي من بعد هنا مدوبة الشوكولة على هاد الشكل هادا غادي نضيفها من الفوق وهنا اره يعني خليت واحد القليل جدا باش نحطفض به التزين حطفضوا واحد القليل من الشوكولة السوداء باش تزينوا بها في الاخر صفيكا نسرحها ونحاولوا ان تكون الديناء خفيفة باش ما يجمج معنا ذاك الشوكولة خصوصا لكنا في الوقتها تكون حالة تقص باردة اما ذا برا لحال سخون يعني ما تجمج معنا فيسا دخلتها التلاجة او المبرد تقريبا خليتها تقريبا عشرين دقيقة صافي كانت موجودة عندي سوف نحاول نضيف الورق ونقلبها للجهة الثانية تقريبا 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 ملعقة كبيرة من الزيت زيت نباتية عادية تقريبا صافي ونضيفها كذلك ملعقة نحتاجت هنا في المقادر ملعقة ملعقة من الفوز السوداني زائد ٢٠ جرام من الحليب المحلاء المركز ومن نسبة الشوكولة شوكولة البيضاء احتاجت لها ٢٥٠ جرام وكذلك الشوكولة السوداء أضع الشوكولة السوداء يعني واحد القليل هو اللي غادي نضيف به هذلك الخطوط سوف أعطوني لك شكل ملفي التقليدي الذي يأتي صراحة في شكل لون منايضر يأتي زباون. تنضروا خطوط لتحاولوا ما أمكن يكونوا خطوط هكا متقاربة شوية. يعني نعيدروا الخطوط تكون هكا متساوية وها العادة تشكل هادرة. في الآخر كتعطينا شكل زباون. كنناخد هنا واحد العويد هكا أو ممكن تستعنوا غيب السيكين. صافي وكان بقى غادي هكا يعني بحلة من اليسار اليامين. ومن بعد غادي نرجع من اليامين اليسار يعني تنظن أن الفيديو واضح. يعني تهدي سنهضر على الناس المبتدئين أما الناس اللي عارفين تبارك الله عليهم. رأى حاجة معروفة هات الشكل دي الميل فيه. حلوة سريعة تتحضر بسرعة آخر لحظة. وكذلك يعني كتعطي واحد المنيضر والمضاق ولا أروع. هنا من بعد غادي نكملها غا ندخلها المبرد يعني التلاجة. باش تبرد معايا وتشد راسها مزيان. هنا في هذه المرحلة هاتي خلتها أنا تقريبا نصف ساعة. في التلاجة. وهنا من بعد ما جبتها عفوا وجامدة معايا. هنا غادي نمر للمرحلة ديال تقطع. تقطع ممكن أنكم تقطعوها مستطيلات مكعبات مربعات على حسب الرغبة والشكل اللي بغيتو. أنا هنا أنا فضلت باش نقطعها مربعات يجمدك الشكل ديال المربع تيجي متيول تيجي زويول. سافي هنا كنعلم أول حاجة تنعلم الفوق باش ندير يعني فاش نقطع يكونوا عندي قطعة متساوية. سافي كم دون قطعوها كم نحاولو يكون عندنا سيكين اللي يكون هو حاد. باش ما تفرتدش معانا هي صراحة رمك يضاعش منها بزاف يعني واحد القالي يجي دان داك شيش تليتي يضاع من الجنبات وتكشيرها مك يبقاش يأكلوه الوليدات. فلو وقيتوش تكوني كانت صايبي. أنتم ما شوفوا الشكل ديالها على هات الشكل كتجي. وكما قلت لكم بغيتوها تكون غليضة أو ساميكة أكتر. ممكن أنكم ما تسرحوهاش أكتر يعني تخليوها شوية غليضة. وليني كنفضل أنا تجي علها تشكيل هذا. سافيا نقطعها كو على شكل مربعات. تقريبا هنا المجموع ديال اسمته الحلوة ديال القطع اللي اعطتني شي 32 قطع يعني لا بأسة بها بمقادر يعني مش كتير بزاف. وهنا هده هما القطع وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديال اللي اقترحت عليكم اليوم. انتمنى تعجبكم وتنال إعجاب ديالكم وتجربوها وتردو لي في الكومنتر كيف أجدتكم. وما تنسوني يشمل لي لايك ولي كومنتر المحفزين. وشكرا للقال اللي مشترك في القناة ديالي وتدعمني شكرا لكم بزاف. ومرحبا بكل اللي يشترك ونضم القناة جديد. مرحبا بكم ألف مرحبا. ما تنسوش تفعلو الجارش بس توصلوا بأي جديد. وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله واقترح قادم إن شاء الله. وسمحوا لي على هاد الغياب ديالي اللي غبت عليكم يعني التنططل باش نحط لي فيديو لضروفين خاصة إن شاء الله من هنا القدام إن شاء الله هيكونوا فيديوهات أكتر.